أيضا مشاهدين شددت وزارة الصحة السعودية خلال اليومين الماضيين الإجراءات الاحترازية في كافة المنافذ الجوية بالمملكة هذا لتأكد من عدم وصول حالات مصابة بفيروس كورونا وهذا التشديد أتى من خلال استخدام التقنية الحديثة والكوادر البشرية زمينا سلطان السلمي وقف بنفسه يوم أمس على هذه الاستعدادات والإجراءات خلونا نشوف انتشرت عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم مقاطع فيديو للفرق الطبية بوزارة الصحة على متن إحدى الطائرات بمطار جدة وذلك للتأكد من خلو الركاب من أي إصابات بفيروس كورونا أو حتى حالات الاشتباه وظهرت معها شائعات تروج إلى وجود 17 حالة إصابة أصدرت وزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدم تسجيل أي حالة لكورونا المستجد لله الحمد إجراءات احترازية مشددة قامت بها الصحة خلال اليومين الماضيين للتأكد من عدم وصول حالات مصابة للأراضي السعودية من خلال وضع الكاميرات الحرارية وتكثيف الفرق الطبية لفحص كل مسافر قادم اتخذت وزارة الصحة كافة التدابير الوقائية لمنع وفادة الأمراض المعادية لا قدر الله إلى الأراضي مقدسة ولا المملكة بصفة عامة مع أخذ درجات الحرارة أيضا لجميع المسافرين القادمين من بعض الدول الموبوعة الخارجية السعودية أعلنت بالأمس عن تعليق الدخول إلى السعودية لغرض العمراء وكذلك تعليق الدخول للسعودية عبر التأشيرات السياحية للقادمين من الدول الموبوعة سلطان السلمي ام بي سي جدة